نحن نسمع منذ وقت قريب من الآن دوية غارات وأحزم نارية ينفذها الجيش الإسرائيلي على حيي المنارة والسلام في محافظة خان يونس وفي محيط أيضا غزة الأوروبي هناك سلسلة من الغارات والأحزم النارية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة أيضا سبق هذه الغارات أيضا سمع دوية انفجارات في وسط محافظة خان يونس وفي منطقة الظهرة غربي المحافظة وهي ناتجة عن غارات إسرائيلي على محافظة خان يونس أيضا هناك حصار لمستشفيين ناصر تابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وحسب ما خبرنا بأنه خلال اليوم وخلال الساعات الماضية وصل إلى مستشفى ناصر الطبي وإلى مستشفى الأمل وإلى مستشفى غزة الأوروبي قرابة 39 شهيدا جراء استمرار الغارات الإسرائيلية على محافظة خان يونس وهناك ظروف صحية صعبة في محافظة خان يونس لاستمرار الحصار على مشافيه في مستشفى ناصر هناك أكثر من 350 مريضا داخل المستشفى وأكثر من 150 من الكوادر الطبية ومئات الأسر النازحة داخل المستشفى هناك نقص كبير في الأدوية والمستهلكات الطبية والغذاء والعظيفة أيضا في محيط مستشفى ناصر هناك قرابة 30 ألف نازح ونازحة بلا طعام وبلا شراب كما تقول وزارة الصحة أيضا بالانتقال إلى مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر كان هناك اليوم سلسلة من الاستهدافات في محيط هذا المستشفى وتم استهداف أيضا مقر الجمعية في محافظة خان يونس بطلقات نارية واستهدافات من طائرات كوادكابتر أصفرت عن سقوط عدد من الإصابات والشهداء أيضا داخل هذا المستشفى هناك أكثر من 7000 مريض وأيضا أكثر من 7000 نازح في ظل ظروف غير طبيعية جدا في ظل نقص مواد ومستهلكات طبية وأدوية وأيضا غذاء هناك والحديث عن قرب نفاذ الوقود الخاص بمولد الكهرباء التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أيضا يسمع بين الفينة والأخرى دوي اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي والفصال الفلسطينية في محافظة رفح والفصائل تبنت عدة استهدافات لأليات الجيش الإسرائيلي في تلك المحافظة بالانتقال إلى محافظة رفح اليوم كانت هناك سلسلة من الغارات الإسرائيلية على محافظة رفح وأصفرت هذه الغارات عن استشهاد 19 مواطنا وإصابة العشرات بجراح مختلفة وكان آخر الغارات هو استهداف شقة سكنية في شارع الجامعة شرقي محافظة رفح وأصفرت هذه الغارة عن استشهاد طفل وإصابة عدد آخر من المواطنين وتم نقل الطفل والإصابات إلى مستشفى بيوسف النجار وسبق هذه الغارة أيضا قيام الطائرات الحربية الإسرائيلية باستهداف منزلين في الحيل الجنين الشرقي محافظة رفح وأصفرت الغارة الأولى عن استشهاد 14 مواطنا في استهداف منزل لعائلة حجازي شرقي محافظة خان يونس أيضا الغارة الثانية قريبة من الغارة الأولى وهي منزل لعائلة الهمص وأصفرت هذه الغارة عن استشهاد أيضا أربعة مواطنين وإصابة العديد بجراحة مختلفة وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء اليوم إلى 19 شهيدا في محافظة رفح مع استمرار للتحليق المكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية والطائرات المسيرة في جميع أنحاء محافظة رفح كباقي محافظات قطاع غزة بالانتقال إلى مدينة غزة كان هناك سلسلة من الغارات الإسرائيلية والاستهدافات وخاصة في حي الرمال كان استهداف لأحد المنازل الأصفر عن وقوع ثلاثة شهداء وإصابة عدد آخر من المواطنين وتم وصول جثمين الشهداء أيضا إلى مستشفى المعمداني أيضا كانت هناك ثلاثة شهداء في منطقة استشهد الجيش الإسرائيلي وحسب تقارير محلية فإن هناك وصول تسع شهداء إلى مستشفى المعمداني منذ صباح اليوم جراء استمرار الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة أيضا كانت هناك سلسلة من الغارات والقصف الإسرائيلي على الجبالية وعلى المحافظات الشمالية وأصفرت هذه الغارة عن وقوع عدد من الشهداء والجرحة بالمحافظة الوسطى أيضا لم يكن الحال بأفضل حال كانت هناك عدد من الغارات الإسرائيلية والانفجرات الناتج عن القصف المدفعي والغارات الإسرائيلية على المحافظة الوسطى إذن في جميع المحافظات هو استمرار للأدوان الإسرائيلي والغارات الإسرائيلية على جميع محافظات قطاع غزة وزارة الصحة الفلسطينية تحدثت بأن الجيش الإسرائيلي قتل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أكثر من مائة فلسطيني في جميع محافظات قطاع غزة وأصاب أكثر من مائة وستين مواطنا بجراح مختلفة وتم وصول جميع هؤلاء الشهداء والجرحة إلى كافة مشافي قطاع غزة وأكدت وزارة الصحة وجود عدد من الشهداء تحت الأنقاض ولم يتمكنوا من الوصول إليهم حتى هذه الساعة تمام أيمن أمام هذا المشهد المتصاعد للحرب على الرغم من الحديث عن الصفقة لكن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ماذا تقول بعد أربعة أشهر من هذه الحرب وكيف توصف العمليات ميدانيا من قبلها نعم الفصائل الفلسطينية بدورها تتبنى سلسلة من العمليات ضد آليات الجيش الإسرائيلي من محافظات قطاع غزة سواء في محافظة خانيونس أو محافظات شمال قطاع غزة أو في بلدة بيت حنون أو بيت لاهية هناك استمرار لتبني سلسلة من العمليات ضد الجيش الإسرائيلي وأيضا بالأمس كان هناك تبني بالإجهاز على 15 إسرائيليا في منطقة الجوازات بمدينة غزة هذا يدلل وكما يقولون بأنهم مستمرون في القتال حتى آخر رمق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر